وبالرغم من كل اللي بيجرى الشائعات تجد أحياناً منفذ تعالنا نشوف واحدة من الشائعات الجديدة وبالمناسبة عندي النهاردة صدفة في كده شائعة إلغاء العلاج على نفقة الدولة الفلوطة تعال إخوان تفطق زهنه إنه تعالوا يا جماعة نطلع شائعة تقول إنه العلاج على نفقة الدولة وقف طيب أنا الأول هنسأل مع بعض سؤال ليه الشائعة دي؟ أقول لك يعني ما هو بضو اللقاءة بتاع الإخوان ده ده ود لقيم آه لقيم وحقير في نفس الوقت فيعمل إيه؟ يقول لك بقى في عندي توجيهات أو في هناك توجيهات في مصر توجيهات من الرئاسة بتقول القضاء على قوائم الانتظار إحنا عاوزين نسهل كل ما هو متعلق بمسألة الصحة أو صحة المواطن وعندي مبادرات وعندي 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 وذات الصحة تمام؟ أوكي وبنعمل تأمين صحي وبيشتغل في خمس محافظات ولسه هننشره على بقية السبعة وعشرين محافظة بقى لسه فضلي في السكة 22 وحاطة جداول زمنية وقاعد عمال بابني في مستشفيات جديدة وقاعد بابني في مراكز صحة أسرة وبعمل مستوصفات وعيداء حدوتة يعني المواطن دايما أسهل ثلاث حاجات يتكلم عنهم وقد يكونوا أسهل حاجتين كمان سيبك من الثلاثة كمان لا 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 لازم الدولة تصرف أكتر على موضوع الصحة وتستثمر في الصحة والتعليم دي الجملة السهلة ما بيسألش نفسه اتبنى كم مستشفى واتبنى كم كذا وتعالج كم مريض وا 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 ما بيسألش نفسه اتعمل كم مدرسة واتبنى كم فصل دراسي وقال لنا الكسافات المدرسية بنسب قد ايه ويطرد الربنا كم معلم دا لسه النهاردة لو خدتوا بالك وزميلات يومها بيتكلموا على أنه الرئيس عاوز أنه نبدأ نختار مجموعة من المعلمين ألف معلم علشان نوصلهم إلى أنه يحصلوا على التدريب هذا التدريب يؤدي بيهم إلى أنهم يبقوا مدرين المدارس إلى آخره طب تعالوا على الصحة الملف المهم دا صحة المصريين أنا زي دايما نقعد أقول لك لو أنه مصر ما تعملش فيها غير علاج فيروس سي كفانة كفانة تخيل لو ما كانش يتعمل فيها في الثمان سنين غير أنه مصر تطهر بشكل كامل من فيروس سي يبقى احنا كده تمام فالله العظيم فيجي يقول لك العلاج عن نفق أنا النهاردة والله العظيم بالصدفة ومكنتش إستقارة الإشاعة فحد من أصدقائي وزملائي بيكلمني على مشكلة متعلقة بوالدته وما إلى ذلك حلو وإنه عايزين نعملها علاج على نفقة الدولة تربط تربط عايزين نعمل واحد اثنين ثلاثة اربعة والله العظيم والله العظيم والله العظيم وهنا الشكر يعني حقيقي لربنا سبحانه وتعالى أولا وللدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم الوزارة بجد يعني أقل من خمس دقايق كانوا متصلين بالزميل الصديق العزيز وبيقولوله هيعمل إيه وهيروح فين وهيسوي إيه هما اللي اتصلوا والله العظيم ده اللي حصل فلما تيجي تقولي شائعة متعلقة بالنظام الصحي المصري وإزاي مصر بتوفر العلاج لكل الناس وعلى نفقة الدولة فتيجي تقول للناس إحنا اتلغى طبيعي أن الناس مخاضرة تضرب في السماء طبيعي تبتكلم على الناس قعدة خمسين سنة منسية فلما تيجي تخبط شائعة لازم تروح ضربها في حتة إيه من اللي بتوجع الرهان هنا على إيه على حاجتين واحد هي إن مؤسسات الدولة ووزارتها شغالة زي الفل اتنين وعي المجتمع شغلتنا نوصل لحضراتكم الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة وهنفضل نوصل الحقيقة أيا كان حجم الإساءة اللي ممكن يتعرض لها أي واحد فينا من كل الزملاء والزميلات هنوصل الحقيقة وهنا أنا أنصح الجماعة بتوع الإخوان يا جماعة والمصحف الشريف كل اللي بتقولوه بالنسبة لنا هو والعدم سواء ولا الهواء ما بنتقصرش خالص فاشلونا من دماغكم إحنا هنعمل واجبنا أمام الله وأمام هذا البلد كلنا دون استثناء نتفق مع بعض أحيانا ونختلف مع بعض فوجدنا زيادة بيونات ونقدر نتخطها جدا بل وتخطناها كمان ليه؟ عندنا هدف إن البلد دي هتبقى أحسن وهتبقى أحسن مساء دايماً أتبنى فكرة دايماً أصر عليها يا جماعة المشكلة في أولها وفي آخرها فئدينا إيدينا مين؟ المية واربعة ولا المية وخمسة مليون مواطن فئدينا إحنا اللي في إيدينا ننجح منظومة التعليم لما نبطل نقول العيال ما تذكرش وهندلهم الدرس في البيت أو مش لازم تروح للمدرسة يا حبيبي أو أنت ما تريح وهنجيب لك شهادة مرضية أو إنه ناخد العيل وننزل نشغلها أو نسحبهم من المدارس أو نخلف أكتر مما ينبغي ده على سبيل المثال يعني أو نهمل حتى في صحتنا أو نترك نفسنا نهباً وفريسة لكل ما يقال سواء إذا كان غثاً أو طيب لا حتى الحاجة الصحة الكويسة دخلها جوة دماغك وفكر ودور وراها أنا مش بيقولك الكلمة لأنني بيقولولك هو الحقيقة المطلقة بعد إذنك أي حاجة نقولها لو سمحت أنا أو أي حد من زمائلي أرجوك دور وراك كلام اللي بنقوله ساق عليك النبي يا شيخ وكل من اللي نبي يصلي عليه لتدور وراك كلام اللي بنقوله ودور وراك كلام يا رجل الجنينة بتاعت منيط نصر الحقيقة هم مش طلعوا في القنوات بتاعتهم يا مؤمن وقال لك تجريف الحديقة ده فيه ودة عندهم وقت غريب جدا قال لك الحديقة التاريخية بمدينة نصر علشان أنا آسف مدينة نصر فيهاش أي شيء تاريخي مدينة نصر عمرها كله على بعضه ما يكملش خمسين سنة تاريخي إيه ده نمرة واحد نمرة اتنين قال لك تجريف سيبك بقى من تاريخي تجريف الجرافة كسحت مدينة نصر كسحت الحديقة فييجي المحافظة وتيجي الوزارة واتطلع صوت الحديقة كما هي أنا هنا أحب إيه بقى أحب المواطن اللي ساكن في مدينة نصر هو اللي روح يصور الحديقة وهو اللي يحط الصور بتاعتها على السوشيال ميديا ده بمنتهى البساطة صح؟ طيب كلمنا على موضوع الشائعة بتاعت إلغاء العلاج على نفقة الدولة وإنه مش بس الوزارة بتؤكد توفر الخدمة للمواطنين لأ ده الوزارة بتأكد إنه يا جماعة نحن وزارة الصحة والسكان أصدرنا خب بالك بقى من الأرقام وأرجوك دور ورانا 340 ألف و333 قرار علاج على نفقة الدولة بجميع محافظات الجمهورية خلال شهر أغسطس Only one month التكلفة كام؟ مليار 415 مليون جنيه مصري فقط لغير طبعا أنا بطلب من ربنا يا رب ما نحتاجش نعمل كل ده يا رب كل نسم عندها الصحة طيب ده في إطار رفع عبقة عن كاهل المواطن وخصوصا غير القادر بإنه يتم توفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية من أدوية فحوصات على نفقة الدولة استنى بس اوعى تفتكر إن الدولة بتجاملك حقك حقك أنت بتاخد حقك بس الوزارة الحكومة الدولة مؤمنة جدا إن ده حقك أم المليار 415 جنيه مليار 415 مليون جنيه تفتكر الدولة صرفتهم ليه عشان هي عارفة إن ده حقك فبتديهولك وبتقول يا جماعة إحنا نعالج أمراض معلش هتقلون تعالوا نعد مع بعض الأمراض تخصصات أمراض الدم والأورام والأنف والأذن والجراحة والنسى والعيون والعظام والمسالك والبطنة زائد الجلدية والعصبية 11 حاجة إن أردت أن تصدق الأمر صدقه ودور ورايا إن أردت ألا تصدق الأمر أرجوك لا تصدقه ودور ورايا لماذا لا تصدقه